بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن كبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراق المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الكبلة التي قمت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لروف رحيم قد نرى تكلم وجهك في السماع فلنولي أنك كبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجل الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا كبلتك وما أنت بتابع كبلتهم وما بعضهم بتابع كبلتهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث قال استفولي وجهك شطر المسجل الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث قال استفولي وجهك شطر المسجل الحرام وعيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم بلا تخشوهم وخشوني ولهتم نعمتي عليكم ولعلكم تهدرون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصابر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن أجل بيتها بعد مرقى جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يبتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعن ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين إلا الذين تابوا أسلعوا وبينوا فأولئك أتوب عنهم وأن التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم ولا داب ولا ينضر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو رحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والدار والفلك الذي تجري في المأرب ما ينفع الناس وما أندل الله من السماء من ما ينفع به الأرض بعد موتها وبت فيها من كل داب وتزري في مياء والسآم المزخر بين السماء والأرض لآيات لقومي عاكل ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لأننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم أثرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قل لهم اتبعوا ما ننزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعكلون شيئا ولا ينتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعيك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم من بغم عميا فهم لا يعكلون يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما أرمى عليكم الميتة واتنموا لهم الغذير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باع ولا عادي فلا يتمع عليه إن الله وفور رأي من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم الكيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى ولا ذاب بالمقفلة بما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالأكوى إن الذين اختلقوا في الكتاب لفي شكاك معيد ليس البر أن تولوا وجوهكم كبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وات المعل على حبيد بالقرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وعقام السلاة وات الزكاة والموكون من عهدهم إذا عهدوا السعبرين في المأساء والضراء وإن المأسي أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا قتب عليكم الكصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأوتى بالأوتى فمن عفيا له من أخي شيء هو فاتباعهم بالمعروف وعداهم لهم يحسن ذلك تخفيكم من ربكم ورحمته فمن يعدد بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في الكصاص عياتي يا أولي الألباب لعلكم تتكون قتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتين ترك خيرا الوسوية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما يتموه على الذين يبدلون إن الله سمعنا لمن خاف منه سنجنبا أو يتمن أصلح بينهم فلا يتم عليه إن الله غفور رأيهم يا أيها الذين آمنوا قتب عليكم الشيام كما قتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعم مسكين أمن تطوى خيرا طوى خير له وتسوم خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا أو على سفرها فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدد ولتكملوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب قجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشلون وحل لكم ليلة الصيام رفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تقتانون نفسكم فتاب عليكم وعفاكم فالآن باشروهن وضغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإدم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والأجوة ليس البر بأن تأكل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى تلبيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعدلوا إن الله لهم المواتلين واقتلهم أيس كفتمهم وأخرجهم من أيس أخرجوكم والفتنة أشد من القدر ولا تقاتلهم عند المجل الأرام أتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن ينته فإن الله أفور رأيم وقاتلهم أتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينته فلا عدوان إلا للطالمين الشهر الأرام بالشيان الحرام والحرمات كسواز فمن يعتدى عليكم فاعددوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا وأن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلكوا بأيديكم إلا التهلك تواصنوا إن الله يحب المواصنين واتموا الأج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا روسكم أتى يبلغ الهدي محل الله فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففرية من سيام أو صدقة أو نسكن فإذا أمينتم فانه تمتع بالعمرة إلى الأج فما استيسر من الهدي فمن لم يدد سيام ثلاثة أيام في الأج وسبعة إرادة جعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلو آذر المجر الأرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرر فيهن الأج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلموا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقونياء للألباب ليس عليكم جناعنا نتبته فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرقات فاذكروا الله عند المجر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال ثم أفضوا من أسوا فاض الناس واستغفروا الله إن الله أفضر إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الأكرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا سنة وفي الأكرة سنة وكنا عذاب النار أولئك لهم نصب مما كسبوا الله سروا الإسابة واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إتمع عليه ومن تأخر فلا إتمع عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب فقوله في الحياة الدنيا ويشير الله على ما في قلبه وهو ألد الخشام وإذا تولى سعى في الله ليفسر فيها ويهلك الأرض والناس والله لا يقب الفساد وإذا قيل له التكل أخذت العزة بالإتم فأسبوه جهنم ولا يسلمها ومن الناس من يشري نفسه افتغاء مرضات الله والله رغوكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم المينات فاعلموا أن الله عزيز أكمل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقل الأمر إلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتينهم من آية بينه ومن يبدن نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب ذينا للذين كبروا الآيات الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيام والله يظهر من يشعر بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعت الله النبيين ممشرين وموزرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحفظ بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم من بعد ما جاءتهم المينات بغيا بينهم فهن الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الأكبر والله يهض من يشاء إلى صراط مستقيم أم أصبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم متأل الذين خلوا من قبلكم مستأم البأساء والضراء وذلزلوا أتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متانسوا الله ألا إن نسر لا يقريب يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكن وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليهم قطب عليكم الكتال ووقره لكم وأسان تكرهوا شيء وهو خير لكم وأسان تحبوا شيء وهو شهر لكم الله يعلم أنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام كتال فيه كل كتال فيه كبير وسدنا سبيل الله وكبرن به والمسجر الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزال يقاتلون أتى يردك من دينك من استطاعه ومن يطلن منك من ديني فيمطب وكافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك صعب النارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يدون رحمة الله والله غفور رأيم يسألونك عن القمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للنات وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ما لا ينفقونك وللعف كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إسلاه لهم خير وإنتو خالدون قيقوانكم والله يعلم المسجد من المسلح ولو شاء الله لاعنتكم من الله عزيز أكم ولا تنوكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أماتوا مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنوكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبدوا مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمقبرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلم يتذكرون ويسألونك عن المائذ قلوا أذن فاعتدلوا النساء في المائذ ولا تقربوهن أطياتهن فإذا تطهن فأتهن من إيس أمركم الله إن الله يحب الطوابين ويحب المتطهن للنساءكم أرطوا لكم فأتوا أذكم أن أجئتم وقدموا لأنسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله أرضة لأيمانكم انتبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فالله سميعون عليهم لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفون حليم للذين يؤلون من نسائهم ترقصوا أربعة أشور فإن فاوف فإن الله أفرقهم وإن عدموا الطلاق فإن الله سمعون عليهم والمطلقات يتربتن بعنفسهن سلا ازتقلوا ولا يحل لهن أن يكتبن ما قلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله هو اليوم الآخر وبعولتهن أكبر الدين في ذلك إن أراده إسلاحا ولون مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز أقيم الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف وتسرهم بأسان ولا يأل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا فإن لا يقيم حدود الله فإن غفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئكم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود لا يبينها لكم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلعنا جلهن فأمسكوهن بمعروف وسرئوهن بمعروف ولا تمسكوهن زرارا لتعتدو ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله وذوى واذكرون عمت الله عليكم وما ينزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليهم وإذا طلقتم النساء فبلعنا جلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أذواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله هو اليوم الآخر ذلك ما اسقى لكم واتقروا الله يعلموا أنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه وعلى الموليد له رزقهن وكسوطهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعى لا تضار ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرى لا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترعوا أولادكم فلا جناح عليكم ذا سلمتم واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بسوئه والذين يتوفون منكم ويذرون أفضاد يتربصن بأن تسهن أربعة شهر وعشرة فإذا بلعنا جلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أن تسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم بما أردتم به من قدبة النساء وكانتم بأسنسكم أعلم الله أنكم تتذكرونهن ولكن لا تواعلوهن سيرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجله وعلموا أن الله يعلم وفي أن تسهن فاهضروا وعلموا أن الله وفور حليم لا جناح عليكم من تولقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لون فريضة ومتعوهن على الموسيقى وعلى المقدر كدروا متاعا بالمعروف أكنا للمحسلين وإن فلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لون فريضة فنسو ما فرضتم من الله يعقون أو يعبو الذي بيديه وقرة النكاح وأن تعبو وقرب للتقف ولا تنسو الفضل بينك من الله بما تعملون بسوين حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فإن خفتم فرجالا وركبان فإذا منكم بذكر الله كما علمكم لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم وإذرون أضواجا وسوية لأضواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناع عليكم فيما فعل فيهن تسعين من معروف الله عزيز أكيم وللمطلقات متاعهم بالمعروف أكنا للمتكن كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعاكلون ولم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوفا عزر الموت وقال لهم اللهم موتوا ثم أحيهم إن الله لذوفة على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا إن الله سيمنعليم من دا الذي يكرر الله قرر أسنا ويضعفه له أضعفا كثيرة والله يكبد ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من معلمه قال النبي اللهم ومعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما قطب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوة ملكا قالوا أنه يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولمئت ساعدا من المال قال إن الله استقعه وليكم وزاده بسطا في العلم والجسوة والله يخطي ملكا ومن يجب الله وعسينا لهم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكنة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك آية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصلت آلوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اعترف عرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه ووالذين آمنوا معه قالوا لا تواقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة كليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله اللهم على الصابرين ولما بدزون جالود وجنوده قالوا ربنا أفرع علينا صبرا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقدر داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس معظم ببعض اللفة سلت الأرض ولكن الله يفضلنا للعالمين تلك آيات الله نتلوها عنك بالحق وإنك لمن المرسلين